بسم الله الرحمن الرحيم مدارس بنات المستقبل الثانوية أهلاً فيكم طالبات الصف العاشر اليوم إن شاء الله يا عاشر رح نتحدث عن آخر درس من دروس وحدة المركبات العضوية وهو ما يسمى بي المبلمرات تحدثنا من خلال الحصص السابقة أن المركبات العضوية دور مهم في حياتنا اليومية وحكينا أن المركبات العضوية تدخل في صناعة العديد من المنتجات اللي أنا بستخدمها في حياتي اليومية سواء كانت صناعة بلاستيك صناعة ملابس منسجات أدوية إلى آخره من الصناعات خلينا مع بعض يا عاشر اليوم نتعرف على مفهوم جديد من مفاهيم المركبات العضوية وهو ما يسمى بي المبلمرات شو يعني كلمة مبلمرات؟ المبلمرات هي عبارة عن جزيئات عملاقة ذات كتل مولية عالية جداً طيب من إيش بتتكون هاي المبلمرات؟ تتكون من ترابط عدد كبير من الجزيئات الصغيرة هاي الجزيئات الصغيرة بسميها مونمر يعني مونمر زائد مونمر شو بيعطيني؟ بيعطيني مبلمر تمام؟ حتى توضح هاي الصورة أكثر خلينا نتفرج مع بعض يا عاشر على الشكل الموجود قدامك الشكل الموجود قدامك هو عبارة عن قطع بلاستيكية تركيب أطفال اللي بيستخدموها الأطفال في ألعابهم زي ما أنت شايفة القطعة كل قطعة لوحدها هي عبارة عن قطعة صغيرة كتلتها المولية شو ما لها؟ كتلتها المولية صغيرة تمام؟ كل قطعة على حدة هي عبارة عن مونمر قطعة ذات كتل جزيئية أو مولية صغيرة تمام؟ لو اتحدد كل قطعة من هدول القطعة مع بعضهم البعض وركبناهم مع بعض شو راح يعطيني؟ راح يعطيني قطعة كتلتها المولية كبيرة فبالتالي قطعة ضخمة فهالي القطعة الضخمة شو أطلقنا عليها اسم؟ أطلقنا عليها اسم مبلمر إذن المبلمر هو نتاج اتحاد عدد كبير جدا من المونمرات تمام؟ إذن المبلمر هو عبارة عن جزيئات عملاقة ذات كتل مولية عالية أنا بتحدث عن كتل مولية عالية جدا مش عم بحكي عن كتلة مولية 100 ولا 200 لا عم بتحدث عن كتل مولية كبيرة جدا طيب من إيش متتكون المبلمر؟ يتكون المبلمر من اتحاد عدد كبير جدا من المونمرات وإنه شو يعني كلمة مونمر؟ هي عبارة عن جزيئات صغيرة كتلتها المولية شو مالها؟ صغيرة بتتحد مع بعضها البعض فبتعطيني المبلمر لما أتحدث عن المبلمرات يا عاشر أنا بقسمهم إلى نوعين إما مبلمرات طبيعية أو مبلمرات صناعية طبعا بنعرف شو يعني كلمة مبلمر طبيعي طبيعي يعني هو أصلا موجود بفعل الطبيعة بينما المبلمر الصناعي اللي هو أنا بصنعه وبنتجه للمستهلك تمام؟ إذن حكينا أن المبلمرات تقسم إلى قسمين إما مبلمرات طبيعية أو مبلمرات صناعية خلينا مع بعض يا عاشر نتعرف على كل نوع من أنواع المبلمرات ونتحدث عن بعض أمثلة هذه المبلمرات لمش نحكي عن المبلمرات الصناعية أنا بدي أخذ ثلاث مبلمرات المبلمر الأول اسمه مبلمر متعدد الإيثين المبلمر الثاني اسمه مبلمر التفلون والمبلمر الثالث اسمه مبلمر الألياف الصناعية طيب قلنا كل مبلمر كتلة ضخمة هي عبارة عن إيش؟ هي تتكون من أجزاء صغيرة طيب اللي إحنا حكينا عليه اسمه مونيمر مبلمر متعدد الإيثين إيش اسم المونيمر المكون له؟ اسم المونيمر المكون له الإيثين وانتبهوا ركز كثير منيح يا عاشر إنه هون أنا في عندي رابطة ثنائية المونيمر هو رابطة ثنائية طيب إيش أهم استخدامات هذا المبلمر؟ استخداماته يستخدم في صناعة الأغطية البلاستيكية أكياس تعبئة الخضرقوات خرطيم المياه أكياس النفايات والأدوات المنزلية النوع الثاني من المبلمرات وهو مبلمر التفلون طيب إيش المونيمر اللي أصلاً تكون منه هذا المبلمر؟ اسم المونيمر رباعي فلورو إيثين برضو هون انتبهي إنه المونيمر هو عبارة عن إيش؟ بتكون من رابطة ثنائية شو يعني؟ يعني إيش؟ الكين تمام طيب إيش أهم استخداماته لهذا المبلمر؟ يستخدم للتغريف طوقات الأواني المختلفة لحماية الأكل من الالتصاق المبلمر الثالث اللي إحنا رح نتحدث عنه وهو مبلمر الألياف الصناعية انتبهي هون CH2 رابطة ثنائية CHCN تمام إيش استخدمات هذا المبلمر؟ يستخدم فيه صناعة المنسوجات المختلفة والأقمشة ويستخدم ليه فراشي الأسنان وخيوط الجراح تمام خلينا مع بعض يا عاشر نتعرف على كل مبلمر من هذول المبلمرات الثلاثة اللي هتحدثنا عنهم هلأ وعرفنا شو استخداماتهم كيف تكون؟ إحنا حكينا إنه مبلمر التفلون المونيمر المكون له هو عبارة عن رباع فلورو إيثين وحكينا المبلمر هو عبارة عن اتحاد أعداد كبيرة جداً من المونيمرات تمام خلينا تفرج هون زي ما إنتوا شايفين عندكم إنه أنا عندي رباع فلورو إيثين اتحده عندي هون تلاتة طب هل هو تلاتة؟ لا هو أعداد كبيرة جداً بس إحنا حطينا مثال تلاتة تمام؟ تلات مونيمرات اتحده مع بعضهم البعض شو أعطاني؟ أعطاني مبلمر بس انتبهي شو الفرق بين المونيمر والمبلمر؟ المونيمر هون كان عبارة عن إيش؟ بيحتوي على رابطة ثنائية طب اتحدوا يعني جمعوا مع بعض هل يعقل إن الرابطة الثنائية هاي الضل؟ لا إذن أنا بدي أكسر هاي الرابطة الثنائية شو بدي أحولها يا عاشر؟ بدي أحولها رابطة أحادية زي ما إنتي شايف يا عاشر على يمين المبلمر وعلى يساره في عندي زي خط متعرج شو يعني هذا الخط المتعرج؟ يعني أنه عدد ذرات كربون لا متناهي أنا ما بقدر أحصله من خلال رسمة واحدة فإيش بستعيض عنه؟ بس برسم خط متعرج على يمين وعلى يسار المبلمر نفس الحكي لو بدي أتفرج على مبلمر متعدد الإيثين المونيمر المكون له شو اسمه؟ إيثين جمعت مجموعة من المونيمرات اللي هو إيثين 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 جمعتهم مع بعض كسرنا الرابطة الثنائية حولناها لرابطة أحادية وزي ما إنتوا شايفين هون حطينا خطوط متعرجة على يمين وعلى يسار المبلمر كمان نفس الشي حطينا خطوط متعرجة على يمين وعلى يسار المبلمر دلالة على إنه أعداد ذرات الكربون أعداد كبيرة جدا هذا بالنسبة عاشر للمبلمرات الصناعية بينما لما بدأتحدث عن المبلمرات الطبيعية فخليني آخذ ثلاث أمثلة منهم هو النشا السليلوز والبروتينات اسم المونيمر المكون منه النشا هو عبارة عن سكر الغلوكوز ماذا نستخدم النشا يوجد في العديد من ثمار النباتات وجذوره وسيقانه وبذوره ويستخدم في إنتاج الطاقة اللازمة للعمليات الحيوية أما بالنسبة لمبلمر السليلوز اسم المونيمر المكون له سكر الغلوكوز بس انتبهي هون يختلف عن النشا في طريقة ارتباط جزيئات الغلوكوز مع بعضها البعض طبعا إحما هنخوض التفاصيل كتير في المبلمرات الطبيعية لأنها أكثر تعقيدا من الصناعية طيب إيش استخدامات هاي السليلوز يستخدم في صناعة الوراق والحرير الصناعي والألبس القطنية والمتفجرات آخر مونيمر بنا نحكي عنه المبلمر أسف نحكي عنه وهو البروتينات اسم المونيمر المكون ل البروتينات وهو الحمض الأميني طيب إيش هو الحمض الأميني هو بتكونا من الكربون والهايدروجين والأكسوجين والنيتروجين والقليل من الكبريت والفسفور كحمض أميني التكوين حمض الأميني طيب إيش أهم استخدامات البروتينات تدخل فيه جميع الخلايا الحية من حيث بناء الأنسجة وتجديدها تمام زي ما أنتوا شايفين قدامكم بالصورة يا عاشر أنا عندي نوعين من المبلمرات اللي هو أنا عندي هون النشا والبروتينات زي ما أنتوا شايفين النشا هو عبارة عن غلوكوز يعني كل شكل سوداتي اعتبرنا غلوكوز فبالتالي النشا هو عبارة عن تجميع عدد كبير من المونيمرات وهو الغلوكوز تجمعوا مع بعضهم البعض أعطاني المبلمر الذي يدعى بالنشا نفس الحكي بالنسبة للحمود الأمينية تجمعت مع بعضها البعض هذه الحمود الأمينية وعداد كبيرة جدا من هذه الحمود الأمينية حتى كونت لي نوع من أنواع البروتينات إذن لو بنرجع نتذكر يا عاشر شو يعني كلمة المبلمرات المبلمرات هي عبارة عن جزيئات عملاقة ذات كتل جزيئية عالية جدا طيب من إيش بتتكون هاي المبلمرات تتكون من اتحاد أعداد كبيرة جدا من المونيمرات طيب شو يعني كلمة مونيمر المونيمر هي عبارة عن جزيئات صغيرة ذات كتل جزيئية صغيرة تتحد مع بعضها البعض مكونة المبلمر إن شاء الله تكونوا